لماذا شاعت الشافعية في مصر وذاع صيطوها وكثر المعتقدين فيها والباحثين عن ضوابطها وأحكامها في مصر والأئمة الأربعة بفضل الله عز وجل الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حمل كل هؤلاء على هدى ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هدات الأمة فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهمه واجب على كل مسلم تقليد أحد هؤلاء الأئمة الأربعة ولكن حضرتك مثلا المذهب الملك منتشر في الصعيد أكثر المذهب الملكي أيضا منتشر في قفر الشيخ والمنطقة دي في اندونيسيا وجنوب أفريقيا لا يعرفون سوى الشافعي وفي مصر كثير جدا أيضا على المذاهب الأربعة الإمام أحمد وابو حنيفة ومالك فالحمد لله الأئمة الأربعة كلهم على هدى هو واجب تقليد أحدهم لا بعينه يعني لأنهم كلهم مجتهدون معنى الاجتهاد أنه وصل إلى درجة من العلم تؤهله لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة بالذة الاجتماعين